بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصف الأول متوسط الأبطال من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية البدنية ورح يكوني أبطال مراجعة لما تم دراسة خلال الفصل الدراسي معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان قوانين التعلم عن بعد أو تعليمات التعلم عن بعد أول وأهم القوانين نجهز الكتب والأدوات التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع للدرس مع المعلمة والمعلمة بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوائد ممارسة النشاط الرياضي تذكر عند ممارستك للرياضة أكيد راح تكتسب مستوى رياق القلبية التنفسية عالي راح تحسن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من عدة أمراض كأمراض القلب والسمنة والسكري من الدرجة الثانية كما تجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية إلى ولياء الأمور أفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا تكلمنا يا أبطال عن مراجعة يا أبطال أكيد كلكم يستذكر وحدة كرة الطائرة أخذنا الإرسال من فوق الشبكة في كرة الطائرة وعرفنا كرة الطائرة أن أحد الألعاب الجماعية تلعب باليد يبلغ عدد لاعبيها ست لاعبين أي يا أبطال كما تتعلم مهارة الإرسال يجب أن تتعلم أيضا الجانب القانوني حتى لا تقع بالأخطاء فمن مهارات الإرسال يا أبطال أخذنا ثلاث أنواع الإرسال نستعرضها بمراجعتنا لهذا اليوم لكن لازم نعرف أن كرة الطائرة تلعب بين فريقين يا أبطال كل فريق يكون فيه ست لاعبين يا أبطال أيضا يا أبطال مدة كل شوط 25 دقيقة يفوز الفريق الذي يفوز بأول 25 نقطة عفوا يا أبطال 25 نقطة بفارق نقطتين الأهم عن الفريق المنافس أيضا يا أبطال لكل فريق ثلاث لمسات تستطيع لمسها لمسة وإرسالها للمعب الفريق المنافس أو لمستين وبحد أقصى ثلاث لمسات عند لمسها لمسة رابعة تحتسب هنا نقطة على فريقك يا بطال الأهم أن الكرة في الأعلى أو الصد من قبل المنافس لا تعتبر لمسة بل اللمسات هي من تكون بإرادة اللاعب وليست من الأعلى يا أبطال في كرة الطائرة عند الأنواع كثيراً الإرسال فأول أنواع الإرسال يا أبطال الإرسال من أعلى بمواجهة الكرة نرفع الكرة فوق مستوى الراس عند نزولها نواجهها يا أبطال باليد وهي مفتوحة وإرسالها لملعب الفريق المنافس بعد ذلك الإرسال من الأسفل بمواجهة الكرة يا أبطال من الأسفل وضربها أبطال بقبضة يد اتجاه الفريق المنافس ثلاثة الإرسال الجانبي من أسفل بمواجهة أحد الجانبين أو الكتفين يا أبطال للشبكة ورح نتطرق لها بخطوات الفنية يا أبطال الإرسال من أعلى الوقوف خلف الخط النهائي للملعب في مواجهة الشبكة والكرة باليد الحرة مع ثاني الركبتين الكرة هنا يا أبطال ثاني الركبتين بعد ذلك يا أبطال أواجه الشبكة الأهم في خط النهائي للملعب يا أبطال أن تقف خلف الخط النهائي بمسافة كافية حتى بعد الإرسال وأثناء المتابعة ما تضرب الكرة يا أبطال وقدمك تطع على الخط النهائي ولو كان جزء بسيط من قدمك لأن هذا جانب قانوني فالوقوف خلف الخط النهائي للملعب يا أبطال في جميع أنواع الإرسالات يفترض أن تقف خلف الخط النهائي للملعب بمسافة كافية ثاني تركيز النظر في المسافة يكون نظرك يا أبطال بين ارتفاع الشبكة ومكان توجيه الكرة حتى تستطيع إيصال الكرة للمكان الذي تريد إيصاله حتى تحقق النقطة ثلاثة رمي الكرة لأعلى فوق أمام الجسم مع رفع الدراع الضاربة مثل ما ذكرنا في الإرسال من أعلى ترفع الكرة فوق مستوى الرأس يا أبطال وتواجهها واليد مفتوحة من أعلى أربعة تضرب الكرة إذا وصلت سرعتها إلى أعلى نقطة عندما ترفعها لأعلى عند نزولها تواجهها واليد مفتوحة يا أبطال خمسة التقدم بخطوة واحدة للأمام لمتابعة الحركة وهذا ما يسمى بالمتابعة بعد آداء المهارة وليعطاء الضربة أيضا قوة أكبر ويزيد التركيز عند آداء المهارة نشوف هنا نموذج الأستاذ أول حاجة طبقها الأستاذ جانب قانوني الذي يعتبر أكيد لا يقل أهمية عن الجانب المهاري فوقف خلف الخط النهائي للملعب أيضا يا أبطال طبق الخطوات الفنية أولا ثلاث ركبتين قليلا بعدها الكرة الحاملة للكرة يا أبطال واليد الحاملة للكرة أمام منتصف الجسم رفعها فوق مستوى الرأس مواجهتها يا أبطال بمرجحة اليد خلف الجسم وبعد ذلك مواجهتها عند وصولها لأعلى نقطة حتى تصل لملعب المنافس نشوف هنا أيضا يا أبطال أحد اللاعبين تركيز النظر أكيد اتجاه توجيه الكرة بعد ذلك رفع الكرة عاليا ومواجهتها واليد مفتوحة من الأعلى يا أبطال بعد ذلك تخلنا على درس الإرسال من أسفل أيضا الوقوف خلف الخط نهاية مواجهة للشبكة وقلنا في جميع أنواع الإرسالات إذا افترضنا أن هذا ملعب الوقوف يكون هنا يا أبطال ترسل بمسافة كافية لا تطع قدمك على أي حاجة بالخط النهائي للملعب يا أبطال لو كان جزء بسيط من القدم أو كلتا القدمين لا تطع على الخط النهائي للملعب لما نقول مواجهة للشبكة يا أبطال لأن الإرسال من أسفل يأتي بحالتين حالة وأنت مواجه للشبكة وحالة وأنت مواجه للشبكة بأحد الجانبين إما الكتف الأيمن أو الكتف الأيسر اثنين قدم متقدم على الأخرى أي القدم اليمين متقدم على اليسار أو اليسار متقدم على اليمين حسب إرسالك باليد اليمنى أو اليد اليسرى ثلاثة رمي الكرة للأعلى باليد الحاملة مع مرجحة اليد الضاربة أربعة قبض اليد لضرب الكرة هنا النوة هي أبطال أنه في الإرسال من أعلى قلنا رفع الكرة فوق مستوى الرأس يا أبطال فوق مستوى الرأس ومواجهتها واليد مفتوح يا أبطال أما في الإرسال من أسفل يا أبطال تكون اليد لما تمرجح يا أبطال نرجحها للخلف تكون بقبضة اليد بمواجهته من أسفل أي لا نبالغ برفع الكرة فوق مستوى الرأس تكون عند مستوى الكتفين لأنه سيواجه الكرة من أسفلها يا بطل شوف هنا البطل يحاكي أداء المهارة فقط تدرج في المهارة يا أبطال يرفع الكرة عند مستوى الكتف يمرجح اليد الضاربة قدم متقدم على الأخرى وأكيد يقف مواجهة للشبكة بعد ذلك يبدأ بتطبيق الجانب القانوني بالوقوف خلف الخط النهائي للملعب رمي الكرة عند مستوى الكتف مواجهتها بقبضة اليد بعد مرجحتها يا أبطال ونذكر قدم متقدم على الأخرى وبعد ذلك بعد أداء الإرسال المتابعة بتقدم قدم الخلفية للأمام يا أبطال لمتابعة كرة لإعطاها قوة أكبر تستطيع ضرب الكرة يا أبطال واليد مفتوحة ولكن هذا يعتبر خطأ فني أكيد لا يحاسبك عليه حكم المبارات لكن لن تتقن أداء الإرسال فلذلك دائما نقول نلتزم بالخطوات الفنية لأداء المهارة الإرسال الجانب من أسفل أيضا الوقوف خلف الخط النهائي الملعب في جميع أنواع الإرسالات يجب أن تقف بمسافة كافية خلف الخط النهائي الملعب وأن لا تطع أحد قدميك الخط النهائي الملعب ولو بجزء بسيط وتكون مواجها الشبكة بأحد الجانبين الفرق بين الإرسال المواجه للأسفل إذا كنت أواجه الشبكة يا أبطال هذا إرسال مواجه من أسفل أما إذا كنت أريد الإرسال الجانب من أسفل إذا كنت ترسل باليمين ستقف بهذا الشكل ويكون الجانب الأيسر والكتف الأيسر يواجه للشبكة وترسل بهذا الشكل وإذا كنت ترسل باليد اليسار ستقف والكتف الأيمن يا أبطال مواجه للشبكة الفرق بين الإرسال من أسفل والإرسال مواجه من أسفل يا أبطال أو الجانب من أسفل يا أبطال يكون بأحد الجانبين تواجه الشبكة أما الإرسال المواجه من أسفل أكون يا أبطال أواجه الشبكة من الأمام يا بطل ثانية ركبتين أيضا كما في الإرسال المواجه من أسفل ثلاثة اليد الحامل للقرة أمام منتصف الجسم ولو نلاحظ اليد الحامل للقرة في الإرسال من أعلى والإرسال المواجه من أسفل والإرسال الجانب من أسفل اليد التي لا ترسل يا أبطال تكون أمام منتصف الجسم لا تكون أقصر يسار أو أقصر يمين أو الأسفل تكون أمام منتصف الجسم استعدادا لرفعها حسب نوع الإرسال وهنا عندنا إرسال جانبي من أسفل فتكون رمي القرى أبطال لأعلى بالاتفاع الكتف ما نحاول نبالغ فوق مستوى الرأس حتى نستطيع التركيز وضربها من أسفل بقبضة اليد خمسة مرجح الذراع اليد الضاربة لضرب الكرة بقبضة اليد وتكون المرجح أبطال أثناء رفع الكرة للأعلى استعدادا لضربها بقبضة اليد نشوف هنا كيف يتدل الرجوم في أداء المهارة يحاولون أداء المهارة بدون إرسال أبطال قدم تقدم عن أخرى ثاني ركبتين حمل الكرة باليد الحاملة أمام منتصف الجسم رفعها فوق مستوى أو عند مستوى الكتف أبطال ومواجهتها مرجح الذراع اليد الضاربة وتكون اليد مقبضة بعد ذلك أبطال نشوف رفع كرة فوق مستوى أو عند مستوى الكتف مواجهتها بالذراع الضاربة أبطال بقبضة اليد نشوف النموذج الأخير طبقوا جانب قانوني وقفوا خلف الخط النهائي للملعب هذا الخط النهائي أبطال لملعب الفريق نشوف هنا القدمين لا تطع على الخط النهائي للملعب بعد ذلك ضربوا الكرة من الأسفل ولو نلاحظ هنا يا أبطال جميع اللاعبين يا أبطال لعبوا الكرة باليد اليمنى وهنا بما أن الإرسال الجانب من أسفل وقفوا بالجانب الأيسر بمواجهة الشبكة واجهوا الشبكة بالجانب الأيسر وأرسلوا باليد أو الذراع اليمنى في الختام يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من مراجعتنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله